تك تيلز بي تتش دي مشاطق finishes عمياجه الصعوبة لتتطالع قليل ومن هون طلعت فكرة الربو-Advisory اللي هي بتسهله هدا الشغل عملت موضول وبلشته من أجل ومن هونيك هل عم تشتغل B2B هلبينج بنكس لإستيشتشه لابطة هذه التكنولوجيا الربو-Advisory مبلش بمعنتم بلامس والمتشر لأولوربة والهلعة منتشر في كل العالم هي عامة برأس المهجموعة ترحوه اللحظة ويجعل اختيار طرلات ويجعلوا لكم برط القشق 50 سنة اللي عم يفتشوا على ديجيال سلوشن بدل ما يقعدوا مع هومن ادفايزر لساعتين صار فيما يفوتوا انلاين بيطلع لهم سلوشن بديئتين اوار سلوشن هي اون بار مع انترناشال سلوشن وهي بتشبه الربا ادفايزر سلوشن عم تتقدم بامريكا وباوروب اللي هلا عم تنتشر كل العالم الشي المهضوم اللي سار هو كيف تشكل تيم ورد ادفايزر كومبني في فترة كتابتش على تكنيك الكوفاوندور ليساعدني تبايد تس ايديا التموحة بعد الادفايزر كومبني هو شغلتين اول شي انو نحن نصير دمين روبا ادفايزر بروفايدر لكل البنوكي وفانش الانستوشن حواني العالم والهدف التاني هو ان نوصل فانش الادفايز لكل العالم بغد النظر عن قدراتهم المادية تك تيلز باي تاتش